السلام عليكم ورحمة الله متابعين في قناة احنا في المانيا اهلا وسهلا فيكم عبدالي بن جديد من امام العدسة رجعت لكم بهذا الفيديو اللي نحكي عن التقارير الجديدة اللي اقره الاجتماع اللي كان منتظر هو بـ 25 شهر بس بسبب الاوضاع حاليا وكثرة الاعداد اللي عم تزيد ان كان الوفيات الله يرحمهم او ان كان الاصابات وما قلت ابدا من الاجراءات الحاليا ان هي متخذة لـ 31 قربوا الاجتماع لـ 19 شهر اللي هو اليوم وطلعوا بهي النتائج اللي كان هي ميركل حاطة بالها او عم تقترح انه تكون الاجراءات مشددة لمدة شهرين زيادة لبداية شهر اربعة بس هنه شافوا انه لا هذا شي غير منطقي وكان فيه كتير انتقادات لهذا الاجراء انه شي غير منطقي انك انت تجددي شهرين وتشلي الحياة بشكل كامل لازم نحن نعطي فرصة جديدة وقرروا هنه انه يمددوا الاجراءات حاليا اتداء من 31 واحد لـ 14 اثنين وايضا حتظل المدارس والروضات مسكرة مثل هلأ الوضع اللي نحن فيه والكنائس والجوامع حتظل فاتحة مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم والتسجيل قبل الذهاب والى اخره من هذه الاجراءات اللي عم تصير طبعا وكل جوامع متطبقة بشكل عام مثلا نحن الجامعين لعنب المدينة موجود جامعين الجامع انك انت بتروح وتسجل اسمك فورا وفي جامع لازم انت تسجل قبل حتى يساووا ليستا ويشوفوك هل انت اجيت او لا فهما بترجع على حسب المناطق كيف انهم عم يطبقوا موضوع الجوامع والكنائس وكلت الحكومة بشكل كتير كبير على اصحاب العمل انه يلي بيقدر يشتغل من بيته فليشتغل من بيته لانه حيحاولوا قدر الامكان يقللوا من استخدام المواصلات العامة لانه هي الارقام عم تصير بشكل عالي بالمواصلات العامة من كتر التجمعات اللي فيها الناس رايحة على الشغلة فهنا من المطالبة مع اصحاب العمل انه قدر الامكان يكون كل واحد يساوي هوم أوفيس من بيته وايضا حيشددوا على موضوع رعاية للمراكز المسنين لانه في كتير اصابات صارت بمراكز المسنين ومثلا منه بمدينتي نمنى فئنا كانت هي الحالات تحت الميتين وما كان عنا حظر نمنى فئنا لقينا انه بدور الرعاية في صار 24 حالة اصابة وتوفى منهم اشخاص للأسف الله يرحمهم فليذلك حيشددوا كتير الاجراءات عليهم وايضا لا حيالزموا بلبس هذا النوع من الكمامات حيصير هو الاساسي الف تي بي او ظنة صفاي او اف تي بي تصفاي هيك شي اسمال حتصير الزامية بهاي المناطق ولحيشددوا فيها ايضا ببقية المدن بشكل كامل انه تلبس وان كان اكتر شي بمراكز التصوق مراكز التصوق طبعا بقصد انه اللي دي الال دي وكذا لانه كل الاسواع بشكل عام حتظلم سكرة وما حتفتحها ابدا وطالبة الحكومة ايضا الاهالي والعائلات والاقارب انه ما يجتمعوا الا اكثر من شخص واحد فقد لا غير عيلي بيجي لعنده شخص واحد فقد لا غير من خارج العيلي وكمان كتير نوهوا ونصحوا بعدم استقبال اي حدا للأسف انه حتى هاي لزيارات العائلية نحاول انه بلاها لحتى نجتاز هاي الازمة اللي نحن عمل مرة شغلة كتير مهمة حابب اني نوه عليها لما انت تكون عايشة بمدينة حكيت انا عليها الفيديو الماضي لما تكون عايشة بمدينة قبل ما تطلع من المدينة تأكد هل انت بضمن حظر الخمسة عشر كيلو او لا مشان ما تاكل مخالفة اذا انت رايح تزور مثلا حدا وما في سبب مهم للخروج لانه ممكن الانسان ما يقرى خبر معي مثلا عن الانترنت فلما انت بك تسافر لغير مدينة بعيدة عنك شوي اكثر من خمسة عشر كيلو تأكد قبل السفر وهاك بالحالة تكون انا وصلت لانهاية الفيديو ان شاء الله تضلوا بكل صحة وعافية ديروا عليكم على بعض وحبوا بعض ولا ازعروا بعض وشوفكم عن كل خير فيديوهات القادمة وان شاء الله بكرة في فيديو مميز على القناة وكتير ممتاز وشوفكم عن القناة البكرة ان شاء الله والسلام عليكم